عايزة أقول لله والدعم لله ويارب ما يتعب حمد على الله وعلى علاقات وعايزة أقول للناس كلها تدهار ربا والله ربا كان طفل كده زي ما الناس ويعمل تقول لي ورح الجنة والله وكان موجود هنا يعني بيعمل حاجات كده وانت بعض استغربوا فيها أكسين ومنهم مطربان المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا الذين شاركوا رسائل تعزية عبر حساباتهم داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر لم تتوقف تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند حد العزاء بل امتلأت بالدعاء الخالص للفقيد ولأسرته أحد المتابعين كتب البقاء لله ربنا يرحمك يا رضا ويصبر أبوك على فراقك بينما علق آخر قائلا وجعت قلبي يا رضا ابن أخونا إسماعيل الليثي في ذمة الله الله يرحمك يا حبيبي طارق الشيخ المطرب الشعبي المعروف عبر هو الآخر عن حزنه الشديد بفقدان رضا وكتب على حسابه في فيسبوك آه يا رضا يل وقعت قلبي إنا لله وإنا إليه راجعون جاءت هذه الكلمات كنداء صادق يعكس الفجيعة التي شعر بها كل من عرف رضا وأحبه كما دعا الشيخ الجميع للصلاة والدعاء للفقيد قائلا اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة شفيعا لوالديه كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل الحادث الذي وقع بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة وقالت أن مساعدة مدير أمن الجيزة للقطاع تلقي مساء أمس السبت اختارا من شرطة النجدة بوصول جثة طفل إلى أحد المستشفيات حيث أفادت التحريات بأن الطفل سقط من ارتفاع شاهق انتقل ضباط واحدة مباحث المنيرة الغربية إلى مكان الحادث للتحقق من ملابساته بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول السبب وراء وفاة نجل المطرب الشعب إسماعيل الليثي في حادث مأساوي أثار الحزن في قلوب الكثيرين أعلن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وفاة نجله رضا بعد سقوطه من الطابق العاشر في إحدى المناطق السكنية مساء السبت الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث ولاقت اهتماما واسعا من جمهور الفنان الشعبي وزملائه في الوسط الفني كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة سبب وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثي البالغ من العمر